سيكوف فهنا عمل مباراة كبيرة أول نهارتا لعيب كبير يعني لعيب كبير حتى وتسلسل بتاعه حتى على مستوى الأندية هو الانتقال بتاعه من لانس الفرنسي للدور السعودي لنادي النصر ناس تير يمكن تقولك ده مستوى مش قد كده ومتراجع مديرش كم لا ده راح النصر في البيك بتاع مستوى بالزبط في أحلى مستوياته والمستوى اللي بيقديه معنادي النصر مستوى كبير لكن هو لعيب انت بتحس ان في مدير فني داخل داخل الفريق الكلام ده برضو بيحسن معنادي النصر لكن انت دلوقتي موجود فرانكسي وموجود سيكوف وفانا وفوسط ملعب كوتوفور زي ما كان بيكلم من شوية خليفة انت عندك اتنين لعيبة رقم 8 جوا منتخب كوتوفور 90 او 85% من قدراتهم قدرات هجومية ده اللي بيأثر بالسلب على قدرات منتخب كوتوفور الدفعية خاصة في عمليات الارتداد او التحولات لما بيلاعبوا منتخب عنده قدرات هجومية كويسة يمكن نهاردة غينيا ما كان انش احسن حاجة في استغلال التحولات اللي كان بتعملها معنى ما عملوها بشكل جيد خاصة في الشرط الاول وكان عندهم الامكانية انهم يسجلوا هدف التعادل بدري ويصعبوا المطش على منتخب كوتوفور لكن قدرات الفنية اللي بيملكها منتخب كوتوفور هي اللي فرقت معاها بتتكلم في موجود بامبا بتتكلم في موجود فرانكسي بتتكلم في موجود سيكوفوفانا كل اللعبة دي عندها قدرات هجومية كبيرة لو جبنا خريطة حرية لسيكوفوفانا بينك قدر عندك لعيب عنده قدرة كبيرة على التحولات الهجومية اللي بيقوم بيها ومساعدة الهجوم في اوقات كتير من المنشاط وكتير بتليقوا اللي موجود داخل منطقة الجزاء خاصة على منطقة حدود منطقة الجزاء وظهرت في الهدف الاول اللي هو سجله وظهرت في الكرة اللي جابها في العرضة كل الاماكن خاصة الناحية الشمال دايما بيمين ناحت شمال دي ممكن الضغط اللي كان بيتعرض ليه من شوالي كان بيكلم خليفة عن لعب نادي فاركو اللي اتعرض للضغط كتير عن طريق بامبا وعن طريق سيكوفوفانا الضغط كله كان من ناحيته لكن منتخب كتبار الوقت اللي هيلعب فيه منتخب عنده شراسة هجومية في التحولات الهجومية هيعاني بشكل كبير النهاردة نفت بالمباراة لعبة غنيا ما دارش نستغل التحولات بتاعتها فنفت بالمباراة ونفت بالفوز رحظيم